موسيقى أهلا سامر بركي هل أنا بيك أهلين أستاذ أبو فادي ساهر بركي شو قلتنا ساهر أنت قلت سامر حسن أخي الحسين أخي سامر وساهر أسماء حلوة وأخوي سامر بالسطن ساهر بركي شو الأوضاع عند الناس بعد العيد والله الأوضاع اليوم مش مريحة كثير حتى قبل العيد وحتى اليوم بعد العيد لأنه كان فيه مصاريف جدا كبيرة في فترة العيد بقدر قاطعك على السريع تكمل بعدها كده ما أريدك مدام الوضع سيئ ومش مريحة كيف تفسر أعداد الهائل من الناس اللي طلعت بره في العيد هذا مش بس بره مش بس بس داخل خط الأخضر وإنما لا مصر لا دبي لا دول أوروبا لا كثير لتركيا لا بعدها نرجى لتركيا كيف تفسر؟ يعني الواجهة بشكل عام خصوصا العرب الداخل هي تركيا أكثر مكان مفضل ولكن اليوم كان مغلق ما طبعا فالناس انجبرت أنها تطلع أنا أتا نقول أن الناس عم تستغل فترة العيد اللي خلال العام أو خلال جوزة لبنبالغ ساهر ممكن كمان يعني نحن نقول إذا ما فيه حاجة والوضع الاقتصادي صعيب يعني ما فيه حاجة مثلا نلجي إلى قروض معينة عشان نقدر نسافر يعني اللي وضعه ممكن أو اللي جمع حوش بخسروا الناس قروض بغضوا الناس سار بغضوا الناس قروض مشان نسافروا طبعا لأنه السفر اليوم بتعرف ناس انت هيكي أو بس حكي باعرف ناس هيكة وكتير منسمحها وباعرف من اللي بيعطوا قروض كمان والبنوكي كمان كتير إلنا يعني صلة مع الناس اللي في البنوك وبنعرف إنه القروض عم تتاخذ لهاي الشغلات مش بس لهاي الشغلات طبعا ولكن يعني قصة من القروض عم تتاخذ لشغلات إنه الواحد يسافر طبعا خلال السنة ممكن كمان الواحد أو رب العالم أنه جمع أو يحوش شوية أموال خصوصا لفترة العيد اللي يطلع يسافر فيها يعني فترة العيد شو اللي بميزة بس لفترة العيد سار ليش شو اللي بميزة عن نحكي إنه فترة العيد بتشوف كمية هائلة إنه الأولاد ما في عنده المدارس رب العائلة ما في عنده عمل رب العائلة أيضا إذا بتعمل في عنده شغل كمان ممكن تكون قاعدة عن شغلها فهين بيستغلوا هاي الفرصة لأنه ما في عنده عمل الرجل والمرأة والأولاد ما في عنده المدارس فاليوم مفضل يعني إنه ما نسافر بشكل دائم لأنه الصفر عم بيكلف مبالغ جدا طائلة يعني تعرف اليوم العائلة اللي صافرت حتى على شرم الشيخ اللي هو المفروض يكون يعني نسبيا أسعاره مش عالي ولكن اليوم عم بتشوف إذا في عائلة طلعت لمدة أسبوع دفعت لعشرين ألف شاكل عشرين ألف شاكل طبعا هي مبلغ مش قليل مبلغ جدا كبير طبعا بتفاوت أي فندق ممكن يكون أقل في فنادي حدوصل أربعين ألف كمان يعني 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 إحدى الأسباب اللي بيتخلي الناس إنها تطلع وتسافر لأنه إحنا موجودين في حالة أيضا نفسية نتيجة حرب يعني هتنا نقول من سنة الألفين وعشرين لليوم إحنا ما رأنا في قضية الكورونا فيما بعد الأوضاع الاقتصادية يعني سيئة بشكل مستمر من أيامات الكورونا حتى هذا اليوم عنا قضية الحرب اللي برضو فوتتنا في حالة سيئة جدا اجتماعية واقتصادية ونفسية فالناس بدها تطلع عشان يعني عم بقول لك إنه مفروض مش بشكل دائم إن الناس تسافر البس لازم تسافر تنائي هذا التاريخ المناسب حسب رأي التاريخ المناسب أو أكثر تاريخ مناسب للناس نتيجة قضية المدارس وقضية عمل العائلة رب العائلة أو ربة العائلة اللي ما بقدر يأخدوا وين تبدهن يعني يطلعوا من أماكن عمالين فبيستغلوا هاي الفرصة ولكن شفنا أيضا الازدحمات على المعابر اللي كان فيها كثير مشاكل لأنه كان فيه كميات هائلة اللي سافرت بهذا التاريخ اللي هو فترة العيد وتنساش كمان عضية تركية اللي مغلقة فالناس ما سافرت على تركية فشفنا أنه المعابر لشرم الشيخ أو للعقبي الأردن يعني جيرانا طبعا كان فيها ضغط كان فيها ناس ممكن ضغط أقل ولكن في كثير ناس اللي سافرت للعقبي وأيضا في العقبي بلد سياحي طبعا بلد سياحي اللي أيضا جميلة يعني قريبة على العيلات طبعا متلاصقة لعيلات قريبة بالمعنيين يعني قريبة جغرافيا وقريبة كمان الشكل وال الزبط يعني بالزبط الشكل يعني يعني بتفوت ولكن هناك أكثر بلد اللي فيها أيضا حركة يعني بلد عربي بلد عربي صحيح صحيح فيك الناس بتفضل فالعقبي بلد جميلي يعني مش غالي كثير من ناحية مصاريف هناك مصاريف مقبولي هتا نقول معنا بلد سياحي بس برضو عشرين ألف العقبي ممكن تكون أقل شوية ولكن اليوم لما بتطلع الأسبوع مع العائلة يعني مع أولاد عم نحكي طبعا مش عم نحكي على زوج فقط واليوم غالبيت العائلاتي مع أولادها اللي بيطلعوا خمس أفراد أو ست أفراد عائلات العربية بتطلع مع الأولاد طبعا فبدي يوخد على الأقل غرفتين ما بكفي غرفة واحدة لما بأخذ غرفتين فدائما انت بدك الضاعف السعري اللي ممكن تدفعه كالزوج عشان هيك منشوف طبعا غير المصاريف اللي راح تكون خلال الصفرة يعني موقفت فقط لمكتب السياحة أو للفنادق لا ايضا في عندك مصاريف بشكل يومي واناك بدك تطلع بدك تشوف فعاليات اللي بيعملوها يعني احنا في مجال اللي التأمينات بيجو عندك كتير دعملوا متلا تأمين صفر فمنفوت أو هاتا غالبية التأمينات فيها اشي اسم سبورت قريل ودعملوا فعاليات رياضية متلا ديركب على التركترونات يعني عندك التأمين اذا صلوا اشي وبعمل راكب تركترون مجبورة فوتو زيادة اضافة للتأمين زي اي تأمين بدك تضيف عليه بنود يعني بدك تغطوك بالزرط بدك اكتر مصاري بدك تغطوك عليها مصاري ولكن هالبند بيغطيك في حالة لا صمحة صار اشي معك هناك فبيغطوك بشكل عام وبيغطي اذا صار مرضي او اي حادث اللي كان مش نتيجة الرياضة اللي عم نحكي عليها ولكن اذا كتروح على البحر اذا كتعمل فعاليات رياضية اذا كتروح على الصحراء تعمل تركب على الجبات او التركترونات هذا بتصير في مجال اشي اسمه رياضة او سبورت ادقاري او رياضة لغير الامور الطبيعية بالضبط مش حادث طبيعي فعشان هيك مجمول انك تفوتوا في بند الزيادة على بوريس التمية فمنشوف انه غالبيت العائلات راحت تعمل هاي الرياضة لما انت بتعمل تأمين لو واحد طالع بالطيارة على ايطاليا مثلا نفس الشي في ايطاليا اي لحظة ممكن واحد اذا وصل الاراضي الايطالية والتأمين طبعا بلش من اللحظة اللي تطلع فيها الطيارة من البلاد يعني اللحظة اللي انت بتغادر الحدود عمليا لحتى ما ترجع لتفوت على الحدود بشكل عامي تأمين صح اللي بيغطيك هناك في حالة لا سمح الله صار اي حادث او اي مرضية بده يفوت على المشفى هناك طبعا المستشفيات مبالغ طالع راح تدفع لانه مش زي عنا احنا عنا منوخد ولما بتعمل التأمين لما تعمل التأمين بيكون مغطوا طبعا ولكن اذا واحد رأيك بيوريهم القسيمة في قسمين التأمين وخلاص لا في قسمينها سؤال كتير مهم في شرك اللي بتتعامل بقولك ادفع انت هناك مصاري في المستشفى بتجيب لنا المستندات اللي دفعت فيها لما ترجع احنا منرجع لك المصاري في شركة اللي اسمها باسبورت كارت تأتيك زي كارت 9 اشراي بسمه زي كارت الاعتماد بكون معك في حالة انه لا سمح الله حدا احتاج او ممكن ضيعت الشنتات او تعوقت الشنتات توسط ايضا هاي بيكون موجودة خلال التأمين فوته مصاري مثلا في الكاسبومات في الصندوق المال ولولك فوت الكارت واسحب المصاري مثلا على اليوم 200 دولار او 300 دولار اللي تمشي حالك لانه الملابس ما وصلت فيه كثير اغراض شخصية لموسط واذا كانت في المستشفى لا صمح الله اصابي او مرضي فاني بحطوا الاموال هاي في هذا الكارت بقولوا لك اعطينا المستشفى والمستشفى بأخذ هاي الاموال من هذا الكارت فانت ما بتحتاج انك تدفع من جيبك الخاص محلو وبالنسبة للحكينا عن وضع الناس انه بقدروا يطلعوا على رحلات كمان يعني شفت المجتمع العربي عشان انت بتقول لي الوضع مش اكيد مليح مش كتير مليح اه يعني بس بس شفنا يعني انا ما بشكك بالي بتقوله بس شفنا ان المدن العربية زي شفاعمر بلدك وطمرة وفي جامكم مجلي كروم وكابول ومنعرف وعلك كانت فاضية صحيح صحيح هذا بوري الناس تلعط تلعط حتى في الناس اللي ما اطلعت خارج البلاد يعني استغلتها الخطرة ما اعدت في البيوت ممكن اول يوم بعيدوا 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 وكذا ولكن تاني يوم وثالث يوم ورابع يوم العيد شفنا ان الناس خرجت حتى لو داخل اسرائيل يعني داخل الميلاد اللي رأى على طبرية مثل المناطق قريبة علينا في اللونبركات في حديقة الحيوانات في تل ابيب بتشوف الناس بتنوع فبتطلع يعني بتأخذ هالأولاد عم تستغل الفرصة بتقدر تأخذ الولاد والدنيا عيد فبدن يعملوا اجواء شوي حلوة بعد ما الناس عن جد عايشة في وضع اللي هو يعني يعني محبوسين في وضع نفس الصعب يعني مش عارفين شو بدو صير ووضع الحرب اليوم كتير عم تقلق كتير ناس هون في بلادنا فبتشوف انه الناس عاستغلت هاي الفترة فترة العيد اللي طلع خارج بلاده ولكن خارج بلاد حكينا ناحية اقتصادية كلفت كتير اللي طلع داخل البلاد طبعا يوم او يومين ما راح حاتي كيفوا ايضا عنده مصاريف ولكن مش هيك المصاريف الكبير فبتشوف حتى اللي طلعوا خارج بلاد مش كلهم وضعين ممكن في ناس بعدها مقتدرة وتشتغل احنا ما منهم الوضع سفر يعني ولكن الوضع بطل زي اول كيف بتشوف سهل الاجواء والفرق بالاجواء بين مدينة اللي عايشين فيها جمهور مسلم زي طمرة وبين مدينة مختلطة زي شفامل بلدك اللي فيها كمان مسلمين وكمان مسيحيين وكمان دروز تفرق بالعيد يعني بالعيد لا يعني في طمرة ممكن تشوف او هاتنا نوعية البلد في طمرة فيها صبرائي مثلا على سبيل المثال فيها مصالح اكثر فيها مطاعم اكثر فيها حاليات اكثر طمرة شفامل يعني نوعا ما هي بلد هادئة فيها تطور في الفترة الاخيرة صحيح ولكن هي بلد هادئة نوعا ما فمنشوف انه في بلاد معينة بتشوف الاكشن زي ما بقولوا في العيد بكون اكثر من بلد اخرى طبعا كل ما كبرت البلد او كل ما كان الطائف معين اللي عنده العيد هي اكثر فبتشوف انه في حركة اكثر طبعا كيف اسمت السكان من فضلك ساهر فيها شفامل شفامل 30 30 30 لا 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 اوش فعمل النسبة اكبر تقريبا خمسين او خمس وخمسين هي من الطائف الاسلامي فيها تقريبا خمس وثلاثين او تلاتين هي الطائف المساحية بين عشرة لخمس تارشه طائف الدرزية واللي بميز بلدنا او ان تنساش انه الطائف الدرزية كما الاسلامية تحتفل بعيد الاضحى صحيح طبعا تحتفل بعيد الاضحى وشوفنا أنه كان فيه مسارات كشفية يعني كشفات طلعت كان فيه احتفالات معينة ممكن أيضا الاحتفالات كانت السنة أقل نتيجة الأوضاع ووضاع الحرب تشوف أنه كان فيه أقل احتفالات بشكل عام عن بحكي مش بس بش في عمر ولكن اللي بميزش في عمر نوي بلد اللي فيها ثلاث طواقف والحمد لله يعني ما فيه مشاكل يعني عايشين بسلام وعايشين كأخوة وهذا يعني شغلة كتير كتير مليحة والعيد كان الحمد لله ما كان فيه مشاكل اسمعنا على حالات طبعا غرق هنا وهناك كان في حوادث طرق اللي اسمعنا عليها على طريق العربة نحن نعرف نوال بركي كمان من شاء الله طبعا نوال بركي المطر بنوال بركي طبعا أبو محمد سليم طبعا صحيح كل عام أنت بخير مرحب أنت بزوجك وكل العيل إن شاء الله صحيح كل عام أنت بخير يا محمد أبو محمد عندها أغاني كتير ملتزمة دايما تطلع فيها الأغاني وهي مربيت أجيال كمان في المدرسة وطبعا إحنا منعايد على الكل طبعا لأنه العيد كان هي فترة حلوة العيد المفروض يمكن إحنا مرينا نصل الظروف اللي هي الظروف العام بمشي كتير مليحة نتأمل أن تخلصها الأمور ونرجع الأوضاع العادية ولكن إذا نحكي من ناحية اقتصادية نشوف أبو الفادي أن الأوضاع حتى نرى الغلاء يعني سعر اللحم ارتفع بشكل كبير حتى الخضرات الفواكري ارتفعت مرة كتبنا في بانيتا أو في المصات الاجتماعية تبعتنا أنه كيلو اللحم بتسعين شكل وكتبوا لي تعقبات بتسعين شكل لا يرد بلاش بغي مئة وخمسين شكل مئة وخمسين وستطو مئة وستطو مئة وستطو في محلات معينة طبعا اللي احنا متعودين عليها على الأقل نفس اللحم نفس كيلو اللحم اللي كانت بمئة وعشرين ارتفعت لمئة وخمسين أو مئة وستطو هذا حسب رأي ارتفاع جدا كبير فنتأمن أنه تعود الأمور ترجع لنصاب هاتف كانت قبله حتى يكون أقل ولكن احنا عارفين بهذه الفترات هل تقول الشرك الكبير أو المستوردين الكبار بحاله نستغلوا هاي الظروف عاملين احتكار على عاملين احتكار؟ طبعا عاملين الشركات الكبرى مش بس باللحم هل تقول شطرة وسوت نوفا وقوسم وكلها الشركات الكبرى اللي بتزود التجار الظهار هل اللي بتحدد للأسعار المستوردين اللي بتجيبهم من بره مش عليهم المراكب كبير مش في كل المنتجات والحكومي غير قادر أن تعمل أي شيء بهذا المنوال يعني عم بيحاولوا ولكن مش غادرين يعني يجرب وزير الاقتصاد له نير بركات أنه يعمل عدة خطوات غلبوها أقول لأنه هن الأكبر هن القوة والحكومي مستفيدة من هاي الشركات شو مستفيدة؟ طبعا من لدفع الضرائف في نهاية المطاف في هاي الشركات فاليوم ما بتقدر تيجي تسكر هاي الشركات يعني إسه مع الحرب حتى قبل فترة الحرب في كتير شركات حتى فترة الثورة القضائية العام الماضي كان فيه مشكلة لأنه بقضية المحكمة مثل عدل العليا لو ممكن الحكومي تتقرر فكتير شركات خصوصا مستثمرين أجانب اللي كانوا مستثمرين في إسرائيل شافوا أنه ممكن ما يكون في دموقراطيه فخافه وهربوا من البلاد وهذا بسبب أيضا ضربة اقتصادية لأنه عمليا أنتي مش موجود في البلد فما راح تدفع ضرائم للدولي والمصارع أو الأموال الأجنبية اللي بحطوها في البنوك الإسرائيلية راح تفيد كتير لبنوك الإسرائيلية ناحية عمولي ورببيوت زادة مشكلة بالمجتمع الإسرائيلي اليوم قصت أنه فيش عمال طبعا قصت أنه منعوا العمال من أخوتنا الفلسطينيين من يشتغل هون كثير عامل مشاكل الإسرائيل برده يعني عمل مشاكل كبيرة للفلسطينيين وكمان مشاكل منها مشاكل إسرائيلية طبعا لما كنت تحكي على تقريبا 200 ألف عام اللي كان يفوتوا على البلاد بشكل يوم اليوم مش موجودين ففش هذا يغطي محل ولكن وأيضا هناك في مشوق لأخرى يعني نسمع المقاولين اليهود عم بيحكوها حتى وفي هناك مشوق لأضمن المقاولين لأنه عندنا انخفض الدخل بشكل كبير في هناك عائلات يهودية اللي ما تسمح أنه يفوت عندهن عمال حتى من عرب الداخل يعني مش فصل الفلسطينيين لأنه من الضفة حتى مجرنك عربي ما تفوت فهي كمان عم بلاقوا فيها صعوبة حتى مقاولين اليهود فمنشوف أنه العمل انخفض الشغل انخفض بشكل كبير عندهن نتيجة عدم توفر العمال وأيضا نتيجة رفع الأسعار رفع الأسعار للمواد البناء وكذا رفعت بشكل كبير يعني منشوف حتى أصحاب يعني عم نسمح أن أصحاب مواد البناء اللي عندهن مواد بناء أو بطون أو البلوك مثلا أنه ما في عندهن شغل كفاء وصار عندهن انخفاض بالعمل نتيجة أنه الناس ما عم تقدر حتى ترميم بيت الناس اليوم عم بتأجل يعني أنت حكيت على الصفر قلنا يمكن ملزمين نتيجة الوضعية والنفسية اللي موجودون فيها والحبس اللي صارنا فيه وعدة أشهر فنجبرنا نطلع شوي ونطلع لولاد ولكن ترميم بيت على سبيل مثال وراح يكلف مبالغ اللي هي مش مش قليلي فكتير ناس اللي عم بأجله يعني اليوم ترميم فقط على سبيل مثال ترميم حمام فقط اللي كان يوصل 25 ألف أو 27 ألف اليوم بعد ارتفاع طبعا الأسعار وعدم وجود عمال عم بوصل 38 ألف شكل فقط حمام فكيف يعني بالأحرى إذا تمشي على كل البيت تعال هكي نحاول نفيد الجمهور بيت موجود من الخمسينات والبيت هذا ثلاث طوابق بده ترميم على رأيك كدهش بكلفة راح يكون مبالغ كبير يعني اليوم الترميم ما فيه كمان ترميم لك تعمله بشكل ممتاز في ناس أو شكل اللي هو ترميم بسيط في ناس نحن نقول عن ممتاز يعني مثلا يوقف ظروف قاهرة مثل مثلا هزة أرضية بيحكو عنه بسرائيلة طبعا ولكن كان دي عمله ممكن يعمل عمدان من الأرطب لما بيجي الهندس اليوم ما بأخذ هذه الخطورة على حاله فشو بدي عمل بدي عمل له كمان أيضا عمدان من أول أبو جديد وأساسات من أول أبو جديد أو حولين الضار أو في قلب الضار وهذا ما بتصير تكلف مبالغ كبيرة فمنصور نحكي على مئات ألاف الشواقل اللي ممكن تكلف وهي طبعا شغلة اللي هي راح تكلف جدا يعني مبالغ جدا كبير كنت بتنصح الناس عنده مضع الوضاع يعملوا هذا الاشي اليوم الترميمات لا أنا حصب رأي إذا فيه مجال إلا إذا إشي ضروري يعني صار فيه عندك في الحمام من فجر أنبوب المياه فما بتقدر تستنون أنت جبارة تعمل هذا الاشي ولكن إذا إجي على بالك تغير الدكور انتبع البيت مش هذا الوقت فيه إلو وقت طبعا نقدر نستنى في الدكور تخلص الحرب ويتحسن وضع الاقتصاد وبشكل عام بعد كل الحرب بكون هناك في ازدهار اقتصادي صحيح يعني هتا نقول على مر التاريخ إذا بنرجع فبعد كل الحرب كان في ازدهار اقتصادي نتأمل أنه أيضا تنتهي الحرب بشكل سريع وكمان يكون فيعنا ازدهار الاقتصاد لأنه الأوضاع الاقتصاديين تاعت الناس مش كثير مريحة كل شيئك احنا صلنا حوال 20 دقيقة كم دقيقة سألتك عن العجز في ميزانية دولة اسرائيل احنا كعرب موجودون داخل الخط الأخضر نتأثر من هذه الأشياء طبعا لأنه في نهاية المطاف من يريد أن يسد هذا العجز في خزينة الدولة 20% منه احنا هو المواطنين طبعا هذه 20% ولكن احنا ممكن يؤثر علينا أكثر ليش لأن احنا اوضاع الاقتصادي يعني أكثر من 40% من مجتمع العربين تحت خط الفقر فاليوم إذا بدي يزيدوا الضرائب علينا ويزيدوا قضية الضريبة القيم المضافة مثلا كان في حديث من 17% وفي حديث أيضا لتسعتاش في المينة احنا اليوم ندفع ضريبة قيم المضافة على كل منتج احنا منشتريه من كيس الحليب لأكبر منتج منحتاج ورح ندفع القيم المضافة للسيارة فطبعا عشان هيك احنا مندفع كثير ما بارغ احنا منشعورش فيها اللتر البنزين فيه ضريبة قيم المضافة وفيه أيضا ايش اسمه بلو قليتر البنزين اليوم هو سبعة شاكل ونص تقريبا على سبيل المثال التلت انتبعه فقط سعر الوقود ولكن التلتين هن ايش هن عمليا ضرائب اليوم اللي الكهرباء تدفع عليها ضرائب يعني اليوم في كتير ضرائب للحكومة تقدر تختصرها على المواطنين ولكن في هاي نتيجة الأوضاع اليوم اللي احنا موجودين فيها لما بوصل العجز خلال العام الأخير 137 مليار شكل فهي مجمورة تسدوا وتتسكروا عن طريق مين؟ عن طريق المواطنين عن طريق فرض ضرائب أخرى او انزال التخفضات على ضرائب معينة بس بدي اسعدك سهر لو هذا الوقت موجود في لبنان او في سوريا او في الأردن بيش اقول بمصير انا مصير دوري كبير ما كانش يعني كان بيقدر يعني بيعمل نوع من الإفلاس بلدولي كيف بتفسر كل الأشياء إلا أنه صحيح يعني هنا مزبوط الأوضاع صعب بس لحد ما الناس مش ميتة بتجو الشوارع مرمية وهي جعاني بتوكل شركة صحيح احنا في اشي اسمه تأمين وطني اللي بيساعد الناس اللي مش همتشتغل سواء في البطالة او اللي طلعوا الحالات اللي هي الجزات بدون دفع مثلا او اذا واحد عنده اصابة معينة فباخد عن طريق التأمين الوطني اذا بتفوت على المستشفى ما بتدفع غير عشرين شكل حتى تعمل عملية لانه انت عم تدفع التأمين الوطني عن طريق المسكورة اللي هو القسيمة بالضبط الأجور يعني او اذا انت مستقل عم تدفع كمان أيضا التأمين الوطني فهذا الشغل كتير بتساعد طبعا احنا ما فيش حدا ميت من الجوع ولكن فيه اوضاع صعبة اللي ما بقدر يتحرك او هتا نقول بيكون يعني في الاشياء الاساسية اللي بس بقدر يجيبها ما بقدر يطور حاله اكتر من الامور الاساسية فيه ناس اللي باضحة منيح اللي عم تشتغل وضحة بعده منيح ممكن مش زي اول ولكن وضحة بعده منيح اليوم دولة اسرائيل حتى زي بتسمع ناتنيا بقولك دولة اسرائيل اقتصاديا هي قوية هي مش مش ضعيفة اقتصاديا ولكن عم نسمع انه العجز عم بزيل بس انتي بتجربتش على السؤال انا شوية هيك عندي احب استطلاع مية وسبعة تلاتين مليار دولار انها تكون شكل شكل انها تكون عجز بميزانية الاردن هاي كارثة ممكن ممكن يكون كارثة هناك ولكن هل ممكن كمان في دول اللي بتدعم اسرائيل ممكن كمان تنساش شو ممكن اكيد اكيد فعشان هيك يعني انه هاي الشغلة مهمة انه في عندها من خارج ايضا تمويل سواء دول على ربما كمان يهود من دول اخرى يعني دائما صحيح او امريكا طبعا هو الرئيسي طبعا على اراصل فمنشوف انه عندها تمويل من الخارج انك نتانياهوب داما يعني احنا مدرش نعرف اداش نعرف اداش هالكلام سليم ولكن هي اقتصاديا هي قوي اسرائيل ولكن هذا العجز ممكن يسبب لامور اللي تسبب لعجز معين اللي في نهاية المطاف المواطن يعني هاته يعني بده تسبب مشوك اللي جيبت المواطن لانه ايضا لما بحالة انه برفعوا الضرائب المواطن هو اللي بدي يدفعها طبعا الضرائب ممكن تمويل من الخارج ممكن ممكن فيه لمسا تنساش قضية التدريج الاقتمال ليش انا بقولك ممكن يكون وضاع عاطل او اسوأ طبعا نزلوه فالتيوم تقدرش الدولي تأخذ قروض من خارج البلاد من البنوك الدولي اذا تترجع القروض الموجودة تترجعها في فوائد جدا كبيرة فبتشوف انه الدولي يعني في وضع اقتصادي حسب الورق هي مش مش يعني مش بوضع ممتاز مش بوضع مثالي مش بوضع مثالي او وضع مليح او وضع جيد ولكن من ناحية اخرى منشوف انه الدولي زي ما حكيت انت بعد واقفة عجريها وعم تعطي ولا ازم تعطي عم تعطي في عنده كتير مصاريف رايح يكون حتى بعد الحارف في كتير ناس اللي كانوا عايشين في بيوت اللي مش عايشين اليوم على الحدود مثلا الشمالية او الجنوبية اللي اني مجبورين يعطوهم هاي المصاريف كلياتها رايح يكون في عنده مبالغ جدا كبير يدفعوها السؤال اذا من يقدر يمولوا هاي المصاريف او هذا العجز من الخارج فالوضع راح يضل مستتب طبعا والافضل افضل طبعا هتنت الحرب لانه ستبتوقف مصاريف الحرب وممكن ينتعش الاقتصاد صور في عمل اكثر الناس صور تشتغل اكثر فكل ما كان في شغل اكثر وانتعاش اكثر حتى خزينة الدولة ممكن تنتعش اكثر لانه فوت عليها مصاري اكثر انا سألك ساهر بركي انت اقتصادي ومستشار درائب وانت وكيل تأمين ومنشف عمر بالنسبة لل كيف الاشياء ماشي بالنسبة للوقت الحاضر في شبكات ملابس عم بتسكر في مشاكل بين اسرائيل و تركيا بتبادل التجارة المشتركة بينهم الاسمنت والحديد صحيح خاصة حتى الجمهور العربي داخل خط الأخضر قسم كبير من انه تضرر وفي اشياء ثانية خلينا نتحدث عن تركيا ما رأيك بالوضع تركيا هددت مقاطعة معينة اليوم خصوصا هددت في البداية طبعا اليوم مقاطعة فعليا كانت كثير منتجات ولكن منتج الأساسي والحديد والاسمنت نرى كثير مصانع الحديد في تركيا نجبه بمبالغ زهيد يعني أرخص من الموجودة من انهن هن ينجو في اسرائيل فكان نجبه من الخارج فشو صار عندي لما سكروا المصانع الحديد صار عندي المشق لما تركيا وقفت هذا التصدير فنجبروا طبعا يدوروا على أماكن أخرى ما يصدروا منها أو يستوردوا منها عمليا فهذا الاستيراد لما يجبوه راح يكون ممكن في مبالغ أكبر من الاستيراد الأولى نشاهد أن نرى غلاء في مواد البناء اليوم غير أنه في الشعر تركيا نفسها تخسر من هذا العضاء جديد يعني هي طبعا ممكن تخسر ولكن يعني مثلا كان أكيد من زي كبار كان مثلا عدد هائل من الناس يسافروا على تركيا للسياحة صحيح عدد هائل جمهور العربية داخل خط الأخضر كان بأعداد كبير يروح اليوم ما بروح الوجهة كانت طبعا لتركيا أنه هناك الفنادق مريحة بتفوت منت والعيلي مثلا في عندك كل شيء متواجد يعني مشكلة كارية تركيا فيها طبعا يعني طبعا بأثر عليها ولكن في أمور الظاهر الأمور السياسية التي هي أكبر من الأمور الاقتصادية بالنسبة لله أكيد أثرت ولكن تركيا أيضا بتصدر لماكن أخرى مش بس لإسرائيل طبعا كل شيء اليوم بيقل عندك أو بيقل التصدير فيه لهذا المكان فممكن يقل لك الداخل السياحة طبعا أيضا جدا مهمة اليوم نشوف حتى هنا في إسرائيل شوف أنه كتير ناس اللي مش عم بيجوا على سياحة للدولي شوف الفنادق كتير واضحة مش زي أول طبعا واضحة أسوأ بكتير مثلا البساط شركات البساط المرشدين السياحيين حتى أصحاب التكسيات بتشوف أنه في هناك ركود معين نتيجة أنه ما في عندك سياحة فالسياحة بتنعيش طبعا الاقتصاد سواء في البلد نفسه أو في الدولة نفسه فطبعا هناك بكون في ضرر ولكن الظاهر أنه شاهدوا الأمور السياسية بالنسبة للأهم منها الأمور الاقتصادية عشانك كان في مقاطعة تنساش كمان كولومبيا يعني كتير دول أنت ما بس تركية كولومبيا اللي بتصدر المصدر الأساسي اللي بيصدر الفحم الحجر لإسرائيل اليوم كمان كان في هناك تحديد يعني اليوم عم بيحاولوا يجيبوا فحم حجري من بلاد أخرى ولكن راح يكلفين أكثر ما هذا يسبب؟ فحم الحجري طبعا هو للقهرباء فشو هذا ممكن يسبب الواطن؟ شو الكهرباء؟ يعني لما بيحرقوا الفحم الحجري بيولده القهرباء يعني مولد القهرباء في الإخضيرة مثلا أو في أشكاله ممكن في واحدة مع النصري بتحاول كل وقت تتحفظ من استعمال الفحم الحجري ممكن اليوم يفوتوا على اسمه إشي اسم الطاقة الشمسية ممكن ولكن بعدنا في بدايته ولكن الأشي الأساسي طبعا الفحم الحجري لما بتجيب محلات أغلى فبدو يزيدوا سعر القهرباء على المواطنين نرى أن هذه الأمور كمان بيتأثر على المواطن في نهاية المطاف في شركات ملابس كثير اللي كانت ناوية تفتح شبكات في الدول لنتيجة الحرب أوقفت هذه الوضع زي إيش تذكرنا بس لا يعني شبكات ملابس اللي هن معروفة طبعا يعني فهن وقفوا هاي العملية مثلا على سبيل مثال لأن السجولار فتحت آآ لا من الناس مش عارف أن يشارك في الظبط ولكن في شركات اللي أعلنت أنه كانت تفتح شبكات في إسرائيل ولكن أوقفت نتيجة الحرب في معرض في باريس للأسلحة اللي ما سمحوا ما بدين نستدعو إسرائيل فهنا بتعرف إذاش فيه خسار وما بدين يبيعوا أسلحتهم إسرائيل فهناك أيضا فيه خسارة اقتصادية نشوف أنه المقاطعة جدا كبيرة لدولة إسرائيل نتيجة الحرب وأيضا هناك مقاطعة كانت قبل الحرب يعني العام الماضي كان في عضية الثورة القضائية فيأثرت كثير وشركات كثير كبيرة اللي سحبت ونهزمت وهربت من الدولة نتيجة التخوف من عدم الديمقراطية اللي راح تكون والآن الحرب أيضا زادت الطينبلة من ناحية أنه يكون فيه استثمارات أكتر وعضية التدريج الإئتماني أيضا سببت لأنه شركات كبرى تسحب أموالها وتطلع لخارج بلاد لما فيش أموال أجنبية في البنوك وما فيه دفع ضرائب هون لخزينة الدولة طبعا راح يأثر بشكل كبير على الاقتصاد الدولي فبنحكي أنه الوضع الكامل يعني غير أنه فيه مصاريف للحرب فيه أيضا عدم إدخال المدخولات للخزينة الدولة هذا بأثر لعجز كبير والعجز عم نحكي العجز هو عمليا المصروفات أكثر من المدخولات سعر بركة تعال نرجو أنا وياك أنه تخلصي الحرب وفلاح علينا من هذه الحرب وإن شاء الله يكون سلام للجميع لكل الشعوب ونبطل كل وقت ليلة نفكر بالحرب شكرا جزيلا إن شاء الله بالفادي بيكون سلام يعيم كل العالم طبعا والناس كلها تعيش بخير وسلام لأنه إحنا خلقنا عشان نعيش بخير وسلام ونبسط من هذه الحياة اللي إحنا موجودين فيها ولكن إحنا اليوم موجودين تحت ضغوطات نتأمل أن هذه ضغوطات تنتمع انتهاء الحرب نرجع للانتعاش الاقتصادي والاجتماعي والنفسي ونرجع للوضع الطبيعي إن شاء الله وطبعا بها المناسبة كمان بحب أشكركم أبو الفادي أنت بسام جابر قناة هلا على الاستضافة اللي بتخلينا نودي رسالتنا بأكمل واجه لها لمجتمعنا فهذا المنبر هو منبر كثير ما يمحصب رأيي منبر حر اللي إحنا نقدر نعطي رأينا بشكل كامل عم يتوصل رسالتنا بشكل كامل فألف تحية لكم قناة هلا إلك الأستاذ بسام جابر فأتمنى لكم كل الخير والتوفيق طبعا مستقبلا شكرا جزيلا ساهر بركي اقتصادي مستشار ضرائب وكيل تأمينات من شف عامل شكرا لك ولجميع المشاهدين شكرا نحن إلى هنا نأتي إلى نهاية الموجة المفتوعة لهذا اليوم المقدمة ننكبر قناة هلا وموقع بانيت سنكون بعد قليل مع برنامج رياضي بعده هناك برامج أخرى هذا اليوم وكل البرامج أخرى إلى اللقاء موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة